يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي قدر يفوز على ميديامة الغاني الضعيف بسلسية ننظيفة محمود عبد المنعم كهربا سجي الهدف الأول في الديئة 66 وحسن الشحات أضاف الهدف الثاني في الديئة 75 وبعد كده صلاح محسن قدر يسجل الهدف الثالث والأخير في الديئة 88 يعني تقريبا احنا بنتكلم في تلت ساعة في تلت ساعة الأهلي قدر يسجل ثلاثة أهداف وخلص على فرقة ميديامة تماما والنتيجة مهمة نتيجة كبيرة نتيجة رائعة تدي رسائل كتير جدا لكل المنافسين إن الأهلي حامل اللقب داخل البطولة وبقوة ده على مستوى إيه؟ على مستوى النتيجة والأداء في الشوت الثاني بصراح بس أنا واقف عندي كم حاجة كده وعشان ما تستغربهاش أنت كمشجع للنادي الأهلي وما تقولش هما ليه يقولوا كلام سلبي في وقت الأهلي كسبان فيه؟ لا الأهلي كسبان والأهلي كبير القرى والأهلي يلاعب النهاردة قدام فريق ضعيف أيوة ضعيف وحلو إن الأهلي قدام فريق ضعيف قدر يكسب بسلسية نظيفة مش بقول مش بأقلم من فوز النادي الأهلي بالعكس إحنا ياما كان فيه في الكرة المصرية أو كسات كثيرة جدا قدام الفرق الضعيفة أكثر من الفرق الكبير فبرافو النادي الأهلي أو لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي حط دي بقى على جنب وهي الأهم بالمناسبة بس النقطة التانية لأنا متأكد لنادي الأهلي إدارة ولا جهاز فني ولا لعبير ولا حتى جماهير بتغفل عنها إنه الأداء أيوة في تراجع في حاجة مش مصبوطة في الأهلي مش مفهومة وإحنا بنقيس الأهلي بالأهلي عشان أنت برضو وإنت كمشجع للأهلي بتتفرج عليه دلوقتي بتقولش إيه ده إيه ده إيه ده وإنتوا بتقولوا إنه الأهلي وحش ودلوقتي الأهلي هو اللي وحش لا 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 الأهلي أقل من الأهلي بتاع الموسم الماضي بتاع نهاية الموسم الماضي فهمت؟ يعني أنا مش بقارن الأهلي بأي فرقة تانية ولا بقلم من اللي بيعمله النادي الأهلي وبالمناسبة أنا من الناس اللي شايف إنه الأهلي أبداً مش في أزمة أبداً أبداً حتى لو خسر الدواء الأفريقي من نصف النهاية قدام ساندوينز حتى لو قسر السومة الأفريقية اللي هو كان بالمباراة واحدة في بداية الموسم مش شايف نالي في أزمة خالص وارد نضيحصن احنا بس وقفين عند نقطة ايه انا عناية على كاس العالم للأندية مستوى اللي فيه الأهلي دلوقتي ده يلعب في منافسات كبيرة وصعبة زي كاس العالم للأندية طيب النادي الأهلي اللي في المستوى ده يروح لبعيد في بطولة أفريقيا ولا لأ دي نقطة الأهلي حمل اللقب الأهلي اللي هيفضل في رأيه في رأيه حضرتك وفي رأيه حتى المنافسين في القارة الأفريقية كلها هو أقوى فريق في القارة الأفريقية دلوقتي ومبارح وعول مبارح وغالبا غدا تمام بس في مشاكل دفاعية النهاردة فريق ضعيف ده ضعيف ده محمد الشناوي شال كورتين ما يتشلوش النهاردة ما يتشلوش ضعيف فريق ضعيف جدا وراح الأهلي ليه يروح أصلا ليه ليه يعمل خطورة على مربا محمد الشناوي بلاش حط دي برضو على جمع شوت أول 45 دقيقة قدام هذا الفريق الهزيل دفاعيا جدا يمكن لو عنده بعض الإمكانيات الهجومية اللي وصلته لمربا الشناوي فهو مؤكد ما عندهش أي إمكانيات دفاعية والدليل إن الأهلي كان نوصل كتير جدا الشرط الأول أكتر من 10 كرات فين ترجمة الفرص لأهداف دي مشكلة أصبحت مشكلة مزمنة في الأهلي ولابد لحل سريع سواء من الجهاز الفني أو من إدارة النادي الأهلي على مستوى التعقودات في مشكلة في مشكلة كبيرة 45 دقيقة طيب هتقول لي عم كريم ما أقول أهلي كيس بتاعي صفر طبعا برافو بس تعال تخيل معاي الشوت الأول عقرب فالشوت الثاني اتأخر كمان الهدف الأول أكتر وأكتر الفرقة دي خطفت هدف من الفرستين ثلاثة اللي راحوا لهم تلاقي الموضوع فجأة تخسران من ميدياما الغاني الفريق الضعيف ده جدا في الكاهرة دايما بقول إيه لو التوفيق مش معاك مرة مش هيمشي طول الوقت اللي أهلي النهاردة ما كسبش عشان التوفيق بس معايا لأ ما قال أهلي هكيد أفضل بس فرد التوفيق مجاش معاك عندك عندك مشكلة كبيرة طيب الأهلي جمه هاجم مودست والراجل جات له إصابة وحكي لكم قصة مودست دي برده عشان في قصة في إصابته بعد شوية صلاح محسن رجعه كهرباء كان واحد من هدفين الفريق الموسم الماضي ومشى محمد شريف ومازال الأهلي عنده مشكلة هجومية كبيرة في إنهاء الفرص السائلة طيب مهاردة مرسل كلها قد جملة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي قالك إن النادي الأهلي السنة اللي فاتت كان الأكثر صناعة للفرص الأكثر تسجيلا للأهداف الأكثر إضاءة للفرص ده ليه؟ إنه بصراحة أو ما زلت بشيد بمرسل كولر إنه بيعود دايماً المشكلة الهجومية دي أو مشكلة إنهاء الهجمات لأهداف بإنه بيحاول يخلي الفريق يصنع فرص كثيرة جدا فالأهلي النهاردة عشان يسجل ثلاثة أهداف وصنع حوالي 20 لـ 25 فرص راقب كبير جدا فالتلاتة قليلين بالمناسبة يعني على عدد الفرص اللي الأهلي صنعها النهاردة التلاتة أهداف دول قليلين جدا بس ده مش هيحصل على طول لما هتلعب مع فرقة صعب الوصول لمرمعها كثيرا إنت محتاج بالكورة بالكورتين اللي هتروح بيهم تسجل ده مش هيحصل طول الوقت فالأزمة اللي هجمية في الأهلي دي لازم تتحل والشيء بالشيء يذكر أنا متحفز بعض الشيء بعض الشيء على أقول إزاي لعبة النادي الأهلي على المدير الفني النادي الأهلي إنه بقيت تصرحاتهم فيها بعض الغضب والديء متضايقين يعني الشناوي متضايق على صحفي محمد مجد قفشة برضو الصحفي يسأله يقوله إضاءة الفرص فيقوله لا أنت ملكش ده قديد شغلة المدير الفني النهاردة مارس الكولر الصحفين بيسألوه عن التبديلات ليه بتتأخر فقال لهم إدوني أرقام تليفوناتكم وأنا هبقى نقش التغييرات معاكم متوقتاتها ففي صيغة كده اللي هو بتقول إنه فيه توطر ما فيه ديء ما ليه ليه الأهلي اللي عامل موسم خيالي الموسم الماضي مارس الكولر واحد من أفضل المدربين اللي جوم النادي الأهلي على مدار التاريخ بالمناسبة أنا حتى لو في سنة واحدة عمل كل الإنجازات بس المدرب مؤثر على مستوى الأمور الفنية التكتكية الجماعية وعلى المستوى الفردية في تطوير اللاعبين لعبين ممتازين ممتازين ودفلهم لعبين كمان رائعين ليه التوتر ليه الأزمة ليه أصلا تبقى بادئ مباراة النهاردة وانت مستعجل وعندك توطر ليه يعني غريبة جدا انت الأهلي حمل اللقب بتلاقب على ملعبك قدام فري ضعيف فانت نازل مرتاح ليه فيه ضغط بتصدره لنفسك أو بتعيشه لنفسك بالمناسبة يعني أنا مع الناس أو مع الرأش اللي يقول مرسي كله يغير زي ما هو عايز يغير في التوقيت اللي هو عايزه يغير اللعيبة اللي هو عايزها كل مدير فني وعنده اعتباراته وحساباته في المباراة بس برضه لما حد ييجي يسأل هو ليه التغيرات التأخيرات ممكن يترد برد بسيط جدا لانه أنا استنيت والأمور الفنية وانا هعمل مش عارف ايه هجمعة ردود عادية ليه الغضب وعلى فكرة كلها من المدربين الهدين جدا هدين على مستوى التعامل مع الصحفيين ومع الإعلام على مستوى قدت اللبس لا اسأل لعيبة النادي لا يقول لك الراجل قوي جد وعنيف جد بس هو كان دايما هادي ايه اللي حصل انا مستغرب الوضع كله غريب